بالخبر اللي كل اكيد عارفه وتدولته المواقع والقنوات وما الى ذلك وهو انتقال المغفور للدكتور المهندس شريف اسماعيل الى رحمة الله خرج من رحمة الله ذهابا الى رحمة الله الله يرحمه وزي ما كنت بقول مع زميلاتي رجل من اخلص واشرف وافضل واكثر الرجال تواضعا حظي الجيد ان انا تشرفت وساعدت بمقابلته اكتر من مرة وكان في بعض هذه المقابلات الحقيقة في مكتبه بشكل مباشر وكان من الناس اللي تحب تقعد وتتناقش وتستمع بمنتهى الهدوء بمنتهى الانصاط بمنتهى الحكمة لأي وجهة نظر طالما انها تحمل شيء ما الله يرحمه والمهندس شريف الحقيقة لما تيجي تقعد تبص كويس على اللي قدمه لهذا الوطن في تاريخه كله غير اللي قدمه كمان وهو وزير للبترول واللي قدمه وهو رئيس لمجلس الوزراء المصري الراجل اللي بدأ سياسة الاصلاح الهايكلي في الاقتصاد الراجل اللي فيه وقت توليه منصبه كرئيس لمجلس الوزراء تم رفع التصنيف لإتماني المصر الراجل اللي هو وزير بترول بعد ما كانت توقفة الشركات العالمية على استمرار عملها معانا في مصر بسبب ارتفاع المديونية لحوالي 6 مليار دولار آنذاك في 2013 بدأ المفاوضات وبدأ يخلي الشركات ترجع تشتغل تاني وبدأ التسديد لدرجة ان احنا وقتها سديدنا حوالي 3 و 2 من 10 مليار دولار ثم استكمل نفس ذات المشوار وهو رئيس للحكومة فانخفضت المديونية لـ 1 مليار الراجل اللي عمل اتفاق شركة إيني وحق لزهر الراجل اللي في عهده بنى استراتيجية لتحويل مصر لمركز عالمي للطاقة وتحديدا للغاز الطبيعي حدث قدر ما استطعت على ما قدمه الدكتور مهندس شريف اسماعيل رحمة الله عليه ألف مليون رحمة ونور تنزل عليه يسكنوا فسيح جناته اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين